ورد حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود وابن مردوية والبيهقي وهو أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفين يقول الحافظ المنذري ترغيب والترهيب هذا حديث مرسل أي سقط منه صحابي وذكره القرطبي في تفسيره وقال إنه منقطع وقال ابن قدامة في المغني إن صح هذا الحديث فيكون قبل نزول الحجاب وبناء على هذا لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من نجوب سترهما ويؤكد ذلك الشوكاني بأن المسلمين من قديم الزمان على ذلك ويميل إلى هذا في زمن يكثر فيه الفساق والخلاف موجود بين الأئمة وفي قول في مذهب الإمام مالك للمرأة أن تكشف وجهها وعلى الرجل أن يغض بصره وقيل يجب ستره وقيل يفرق بين الجميلة فيجب وبين غيرها فيستحب وجاء في أحد كتب المالكية كراهة انتقاب المرأة في الصلاة وغيرها لأنه من الغلو في الدين إذ لم ترد به السمحة ما لم يكن من عادتهم ذلك وفي الموطى للإمام مالك جواز أكل المرأة مع غير ذي رحم وقال ابن القبطان فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها بالأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا فقد أبقاه الباجي على ظاهره وتوجد نصوص أخرى للمالكية في قولهم بجواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب وما دام الأمر خلافيا فلا يحكم ببطلان رأي ولا يجوز التعصب لغيره وللإنسان حرية الاختيار وكل هذا الخلاف ينتهي إذا كان وجه المرأة جميلا تخشى منه الفتنة فيجب ستره والله أعلم